الحكومة إلا لحكومة منتخبة نايم رئيس من جلسيادة قبله قال أن البرهان التزم بشكل قاطع بين يشكل المدنيون من جلسي السيادة والوزراء أين الحقيقة؟ نعم واضح تماما أن أولا ما قال به العميدة الطاهرة وهاجة هو بمثابة رد على التصريحات أو بيان محمد حمدان نقلو الذي أشار فيه إلى أن هناك اتفاق والتزام قاطع من الفريق عبدالفتاح البرهان بإحالة الأمر إلى المدنيين واختيار رئيس المجلس السيادة ورئيس المجلس الوزراء هذا هو محاولة لضحض هذا التصريح أو تكذيبه بصورة قير مباشرة من قبل شخص عرف بأنه كل ما يقوله هو لسان للقائد العام للجيش في تقديري أن هذا يبين مدى عمق وهشاشة الأوضاع داخل المكان العسكري الآن وهذا يرشح الأوضاع لما لا يحمد عقباه وفي تصوري أن القضية الآن باتت أكثر اتضاح وأكثر جلاء فيما يتعلق بالتقاطعات التي أشار إليها رئيس الوزراء في وقت سابق الدكتور عبدالله حمدوك عندما بنى آلية لإياد حلحلة قال أن هناك مشكلات بين المدنيين ونذرين وأن هناك أيضا انقسامات داخل المكان العسكري لم تكن هذه الانقسامات بارزة هل نستطيع نصف ما يحدث الآن انقسام داخل المؤسس العسكري؟ من الواضح تماما عندما يتحدث الفريق البرهان بلسان أبو هاجة وعندما يتحدث محمد حمدان دقلو بلسان مختلف ويقول قوال أخرى تختلف هذا يوضح أن هناك انقسام حقيقي في الموقف وفي الرأي أيضا تصريحات نسبت للواف الضالة برمناصر مؤخرا أمس تحدث فيها عن أنه قد التغل فريق أوه العبد الفتاح البرهان قبل نحو شهرين وطلب منه تسليم الحكومة إلى المدنيين وقال له نحن لا نسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة وقال أنه استمع إلى محمد حمدان دقلو ووجد أن محمد حمدان دقلو أكثر مرونة وقابلية لفكرة الخروج من السياسة والعودة إلى السكنات وتسليم السلطة إلى المدنيين إذن هناك انقسام واضح هناك مؤشرات تقول أن هناك انقسام واضح وأنا في تقديري أرجو أن لا يتطور الأمر إلى مرحلة أخرى وتصبح هناك لغة أخرى غير لغة الكلام خاصة وأن الأطراف هذه هي أطلاف مسلحة تحمل السلاح دعنا نعود إلى الخبر الخبر ذكر بأدنى السودان أو ذكر أبو هاجعف السودان وشعبه وفترته الانتقالية ما نفي عنق البرهان التصريح طبعا تصريح غريب أنا في تقديري هو ترجمة لمقولة قالها الفريق والعبد الفتاح البرهان قبل انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر عندما تحدث عن أنه وصي على الشعب السوداني وعلى البلاد وعلى مصائر السودانين وهي الاعتقاد هذا هو يمثل عقيدة يبدو أنه يعادت عشعش في مؤخرة أدمغة العسكريين يتصورون أن طالما أن بيدهم البنادق التي اشتراها لهم هذا الشعب أن هذا الشعب خلق لنفسه سيدا من خلال وجود هذه القوى المادية المسلحة وهذا فهم خاطئ حتى لطبيعة الأدوار التي تقوم بها الجيوش والمؤسسات العسكرية يشير أبو هاجة في تصريحه إلى أن هذا الحق يمنحه له القانون ويمنحه له الدستور الحق في أن يصبح شعب بكامله أرض هذا الشعب أمن هذا الشعب مصير هذا الشعب معاش هذا الشعب مقلد برقبة شخص واحد اسمه الفريق أو العبد الفتاح البرهان أي أن كان هذا الشخص أنا في تقديري أن هذه اللغة التي تحدث بها العميدة الطاهرة أبو هاجة هي لغة تبدو فيها درجة عالية من استفزاز لكافة عناصر الشعب السوداني لا يمكن أن يرتبط مصير شعب كامل بشخص أي أن كان هذا الشخص هو لا يتحدث عن مؤسسه هو يتحدث عن أن هذا الشخص الذي يسمى عبد الفتاح البرهان هذه الدولة بشعبها وبأرضها وبأمنها وبكل تفاصيلها هي أمانة معلقة في رقبة شخص واحد أعتقد أن تكريس ربما يتحدث على أنه هو القيد العام لهذه المؤسسة يعني كان يمكن أن يقول أن المؤسسة العسكرية من شأنها كذا وكذا وكذا هذا التصريح يختلف وأيضا عندما تحدث البرهان عن وصايته على البلاد هو ترجمة لهذا المعنى نفسه ويبدو أن هذه قناعة يعني مهما تحدث هؤلاء الجمهرالات بلغة فيها محاولة لأن يسايروا الرؤية للدولة الحديثة والحديث عن فصل بين السلطات وعن دولة المؤسسات وعن كل مؤسسة تقوم بشأنها دون تدخل في شؤون المؤسسات الأخرى لكن يبدو أن قناعة هؤلاء الجمهرالات لا زالت هي نفس الصورة النمطية القديمة عندما يأتي حاكم فرد إلى السودان سواء هو الفريق إبراهيم عبود أو جعفر محمد نيميري أو عمر البشير لا زالت الصورة الزهنية التي تسيطر على عقليات هؤلاء الجمهرالية الجمهرالات هي ذات الصورة وبالتالي عدم الفصل بين المؤسسة والشخص أي كلام عن شخص أصبح فاعلا في المسرح السياسي وطالما أنه بخلفها عسكرية يقال بأن هذه الانتقادات التي توجه له هي مساس بالمؤسسة العسكرية وأنا في تقديري أن هناك تخليط واسع في المفاهيم وأعتقد أن هذه الهولاء الضباط بحاجة إلى مراجعات حقيقية فيما يتعلق بالمفاهيم الأساسية للدولة الحديثة لا بد أن يفهم أن الدولة هي تقوم على مؤسسات وكل مؤسسة تطلع بدوره هي لا تقل عن بقية المؤسسات الأخرى نعم أبو هاجي يتحدث عن عدم حكم البلاد بوضع اليد والفهلة السياسية من الغريب واللافت أن هناك تساؤل أيضا من الذي يحكم البلاد الآن بوضع اليد الطبيعي أن من وضع يده على السلطة بعد الخامسة العسرين من أكتوبر واستفرد بكامل أدوات الحكم هو الجنرال برهان والمكوين العسكري وبالتالي وضع أخذ السلطة باليد هو ما قام به هؤلاء الجنرالات أنفسهم الذين يرون بأن هذا حق طبيعي لهم يعني أعتقد أن هناك أيضا يعني تصور لأن الجيش من حقه أن يفعل ما يشاء متى ما يشاء وبأي طريقة يشاء وهذا أيضا الاعتقاد هذا يشكل جزء من العقيدة العسكرية ويبدو أن هناك مشكلة حتى مفاهيمية في إطار التربية العسكرية لذلك أنا في تقديري أن ما يقول به طاهر أبو هاجة يتسق مع مفاهيم موروثة في المؤسسة العسكرية السودانية ولذلك القضية يعني عندما يتحدث الناس عن إعادة هيكلة الجيش وعن هكذا القضية لا تتعلق فقط بهذا الوجه أو الجانب الفني أنا أعتقد أن المناهج وأن صور كثيرة بحاجة لإعادة نظر حتى يتطور يعني عندما تجد الجنرال مارك رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي يتحدث عن أنه لا يريد أن يصدر الجنرالات أوامر لكي ينفذونها وأنه لا يريد التورط عندما جاء ذكر الطريقة التي انسحبت بها القوات الأمريكية من مطار كابل وصغط حوالي 12 من جنود المارينز هناك قال أنه قد نصح الرئيس جو بايدين بأن هذه العملية بهذه الكيفية الطريق غير صحيح لكن قال أنه قد انصاع للقرار السياسي ونفس هذا الأمر في جلسة الاستماع في الكونغرس قال هذا الكلام رئيس الأركان المشتركة لذلك أنا أعتقد أن مفاهيم الديوش هذه يجب أن تؤسس على نمط مختلف حتى حديثنا الآن عن المؤسسة العسكرية والتحدث عن كل ما يتعلق بها من ملاحظات مثلا يتم نظر إليه من هذه المؤسسة العسكرية بأنه هذا هجوم عن المؤسسة العسكرية واستهداف للبلاد وأن هناك أيدي خارجية تريد أن تشتت هذا الجيش وأن تعبث به وأن تقسم هذه البلاد من خلال ضرب هذه المؤسسة نعم أنا في تقديري الشعب السوداني لا مصلحة له في أن يفت في عضب مؤسسة بناها هو بحر ماله من دافع الضرائب السوداني من الذين يمولون هذه المؤسسة المهمة شأنها شأن كافة المؤسسات الأخرى في الدولة أنا أعتقد أن هذا الحديث لا يتسق أصلا مع طبيعة الدول أنا أعتقد لا أحد يستهدف المؤسسة العسكرية هؤلاء الجنرالات حكموا السودان لـ 52 عام وبالتالي أنا في تقديري من جملة بضع وستون عاما حكموا 52 عام هذا الأمر بحاجة إلى عدد نظر جدية في علاقة ودور المؤسسة العسكرية بالممارسة السياسية ويجب أن يخرج الجيش تماما من هذا الملف السياسي أعتقد أن أكاديمية نيميل العليا قد ناقشت الأرب هاجة تحدث على أنهم سيخرجون عن العمل السياسي نعم هذا المسألة ليست تأكدات لفظية مسألة بحاجة إلى ترجمة عملية وبحاجة إلى جدية أنا أعتقد أن أيضا الأدمغة بحاجة إلى شيء من أن تزول منها هذه الأفكار اللغة التي يتحدث بها الجنرالات أي أن كان هي لغة تؤكد أنهم غير مؤمنين بأن الجيش ليست له علاقة بالسياسة بشكل مباشر وهذا الميراث ميراث طويل استطاع هؤلاء الضباط أن يرثونه كابرا عن كابر منذ أن بدأ أول انقلاب في العام 57 وبالتالي هذه القضية ليست جديدة يعني أنا في تقديري أن هذه المؤسسة فعلا ستشكل صدع وهي ستعوق عملية الانتقال الديمقراطي في السودان في السودان تلاسى تجارب فشلت في الاستمرار بسبب تدخلات الجيش واعتقد أن لم تستطع أي ديمقراطية أن تجري آلية التداول السلمي للسلطة وهي أسى العملية الديمقراطية لم يحدث هذا بسبب تدخلات الجيش وبسبب أيضا تدخل بعض المدنيين في الأحزاب السياسية لا نعفيهم من هذه المسؤولية لكن في تقديري أن المؤسسة أصبحت عصى بأي طرف مقامر يريد أن يفعل ما يشاء وينقلب الجنرال على من أتوا به عبد الذين أتوا به ذهب بهم إلى سجن إلى جبل الرجاف وأصيبوا بكثير من الأدواء والأمراض نيميري ذهب بمن أتوا به إلى الدروة وألقى وجودهم في الحياة والبشير الشيخ الذي أتى به رمى به في السجن أنا في تقديري أن لا بد أن أحمس في آذان المدنيين الذين يوالون هذا الانقلاب ويحاولون إسناده بشكل أو بآخر أن التجربة السودانية تقول أنهم سيكونوا أيضا ضحايا لأي انقلاب مناصر الانقلاب من المدنيين سيدفع تمن هذه المناصرة لأي انقلاب هكذا يقول التاريخ السوداني ترجمة نانسي قنقر